تبقى مسألة إنه لو أنا بدأت أشعر بإن اللي قدامي ده تغير إنت تغيرتي نظرا لإنه الأطفال تخنقوا مع بعض فإحنا الكبار وإعنا فيه ما يصنعه الأطفال وده شيء يعني مما قد يعاب علينا لا أطفال فيما بينهم أربي أولادي وأعلمهم إنه يحترم الآخرين وأنا كمان الكبيرة اللي قدامهم قاقدوا أحترم الآخرين ما ينفعش نروح نزور عشان هم مجرننا وإحنا حبايت ففي أي وقت يروحوا يخبطوا على الباب وفي أي وقت يروحوا يلعبوا مع بعض حتى لو أدن هؤلاء لازم أعلم أولادي إنه في حاجة اسمها استئذان وإنه مع الاستئذان قد يأذن أو تأذن لي الجارة أو لا يأذن وفي الحالة دي لازم أتقبل ده وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم وهذا أدب عظيم لو تعلمناه لأنقذنا كثيرا من البيوت التي بتنهار العلاقات الإنسانية فيها عشان إحنا ما بنرعيش حقوق بعض ما بنرعيش أدب اسمه أدب الاستئذان انتخاب الأوقات اللي أولادي يروحوا فيها يلعبوا مع أولاد الجيران وفي نفس الوقت ما يبقاش طول النهار مش عشان إحنا حبايب ننتهك حرمة الإنسان الذي أمامنا إنما إحنا عشان حبايب لابد أن يحترم كل إنسان حق أخيه الإنسان في حسن الجوار والذي يفضي إلى ضرورة أن كل إنسان منكم يرعى حق الآخر في وجوب الاستئذان عدم انتهاك حرمة البيت عشان إحنا أصدقاء هذا مما لا يجوز حرمة النظر إلى العورات وحتى لو أنا شايف أن بعض الجيران دول بيأذنوا لولادي يلعبوا معهم أقول لولادي الساعة كان دلوقتي هل ده وقت إذا كان في عرف الناس أن ذلك الوقت أن الناس بترتاح فيه أقول لا الوقت ده غير مناسب ليك وقت خلال الأسبوع أو خلال اليوم من كده إلى كده وأيام المدارس المفترض هم منشغلين بالدراسة ثم فيه أوقات الأجازة أعمل وحدد معاد ما نبقاش طلقين العيال كده طول النهار قاعدين عند الجيران وهم كمان جايبين ولدهم وسايبينهم طول النهار ده كلام ده ده أوضاع إحنا كده ما بنربيش فيها ولدنا لازم نربي ولدنا لو إحنا عملنا كده مش هيبقى فيه مشاكل مش هيبقى فيه مشاكل لكن الحقيقة أدب الاستئذان وحرمة البيوت حقيقة من الحاجات اللي بعض الناس بل كثير من الناس بيتغافل عنه وسيدنا بن عباس كان بينبه رضي الله تعالى عنه أنه من ضمن الآيات التي نزلت ولم يعمل بها كثير من الناس آيات أدب الاستئذان آيات الاستئذان الخاصة داخل البيت وأدب الاستئذان الخاصة خارج البيت مع الآخرين وعلم أولادي منذ نعومة أضافرهم إلى ضرورة الاستئذان داخل البيت الواحد ليألفوا أن ذلك سلوكا وأدبا عظيما أنا بربي أولادي عليه بأن فيه خصوصيات وفيه احترام وفيه نظر لابد أن يغض كل هذه الأمور بتطلع جيل من الأولاد وشباب يصيرون شبابا بعد ذلك قد تربى في أنفسهم حسن الزوق العام وضرورة القيام به نسأل الله لنا ولكم القيام على حسن تربية الأولاد ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لنا ولهم اشتركوا في القناة